تضارب شاسع في أرقام ضحايا احتجاجات إيران إذ لم تعترف طهران إلا بمقتل خمسة من المتظاهرين من بينهم مدني واحد في حين أن الحصيرة أكبر بكثير وفقا لجهة دولية من بينها منظمة العفو الدولية التي أكدت سقوط 143 متظاهرا على الأقل في مختلف المدن الإيرانية مستندة بذلك على شهادة وتقارير موثوقة حصيلة تتفق معها المعارضة الإيرانية ويضيف عليها المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق شاهين قبادي الذي أعلن عبر موقع تويتر أن العدد المؤكد لقتل المحتجين في إيران بلغ 400 بدورها علقت صحيفة لومونت الفرنسية على تفاوت الأرقام المهول واعتبرت أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل تحديا خصوصا وأنه يكشف عن الوحشية التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع المحتجين العزل ويدعو المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء غير المبررة بأعتل عبارات الممكنة شهادات وصور مؤلمة روات كيف أطلقت قوات الأمن النار عمدا على متظاهرين عزل حتى أثناء فررهم كما تظهر وجود قناصين فوق أسطح المنازل بالإضافة إلى سقوط ضحايا نتيجة استنشاق الغاز المسي للدموع وآخرنا بعد تعرضهم للضرب